مشاهدين الكرام هنا في السادة القاهرة الدولي بعد الفوز على فريق مقلل العرب الأهلي حقق خمسية جميلة جداً وآداء متميز لفريق النادي الأهلي في هذه المباراة وثلاثة نقاط وتوسع الفارق مع فريق الإسماعيل 14 نقطة مع يا كابتل حسام البدري المدير الفني لفريق النادي كابتل حسام مبروك النتيجة والآداء والشكل لكن عايزين نعرف تعليقك على المباراة إجمالاً وهذا الفوز والانتصال لفريق النادي الأهلي وطبعاً في بداية تحياتي لكل اللي في الستوديو مونتليش أكيد بحمد ربنا على الفوز النهاردة طبعاً الفوز مهم جداً والثلاث نقاط وزي ما احنا دائماً بنقول فيه سوابة أن احنا بنسعى وبنكتهت طبعاً للفوز اللي هو مهم جداً والثلاث نقاط وفيه طبعاً بتبقى فيه ظروف محيطة بكل مباراة وهي وضع المنافسة ازاي وأهميته ثلاث نقاط فيمكن النهاردة برضو بنفوز بثلاث نقاط لكن بيوسعوا الفرق شوية لصلاحنا فده أكيد خطوة إجابية لسه بطولة الدولة طويلة لكن بتبقى مهمة جداً فبقول الحمد لله إذا كلمت عن المبرازة ما قلت في مؤتمر يعني هو فوز طبعاً مهم جداً وأداء جيد لكن مش طول فترة المبرازة لأن كان فيه طبعاً النهاردة سلبية من جانبنا كلنا يعني أنا برضو بحمل نفس المسؤولية الموجودة مش عاوز أقول لكن أنا طبعاً نواقف على الخط وبقول إن إحنا فيه فترات حاسنا بارتياحية شوية وإن المباراة حاسبت وده اللي أنا كنت أعلان منه لأن الأهداف جات مبكرة وضيعنا بعدين كنا هدفين مؤكدين في الشوط الأولاني حصلت ستبعاً شوية في التفكير وارتياحية إن المباراة قريبة مننا وعشان كده شفنا دخول مؤولين تاني والتعادل عملنا مجود طبعاً أكتر والضغط ما أكتر ما كنتش أتمنى كده لكن في النهاية لازم أشكر اللعيبة على الظروف والتعامل مع الظروف النهاردة بقول والأداء الجايد طبعاً لأن في النهاية فيه أداء جايد بإجمال المباراة وفيه فوز جايد لكن زي ما أنا بقول برضو نستفيد إن احنا كل وقت في المباراة لا يبقى فيه تركيز ما يجبش إن أنت تشعر إن المباراة انتهت في أي وقت إلا مع صفارة الحاكم ودي السلبية الوحيدة اللي احنا عملناها النهار دهين سؤال الأخير ماذا يعني بالنسبة لكالتون حسين البدري تصدر وليد أزارو قائمة هدافي الدوري المصري خاصة إنك أسريت على مشاركته منذ البداية في بداية الدوري حتى هذه اللحظات والآن 14 هدف ولسه المسابقة فيها مباراة كثيرة والله وليد يعني بيخطو خطوات إيجابية طبعا وفي نفس الوقت على فترات وصوله لهذه المرحلة نضوجه أداءه معنا الأهداف اللي هو حققها سواء على المستوى الأفريقية أو المستوى المحلي فأعتقد إن دي خطوة يجب يخدها يعني بكل تركيز وباعتبار فيه إيجابية لإنه طبعا الدوري لسه طويل وفي نفس الوقت هو بيخطو خطوات إيجابية لازم يفكر يدي في الخطوات دي لأن دي في الأول وفي الأخر طبعا الأول بتبقى مصلحة الفريق والمصلحته فأنا أعتقد أن الحمد لله عندي ثقة لأن الولد طبعا بنتكلم مع بعض كتير جدا هو أجابي في شخصيته أجابي في تفكيره والحاجة المميزة فيه طبعا أقدر أولا دلوقتي عدم تأسره من اللي حواليه وبالبتالي كتير ودي مهمة جدا في اللاعب ومر بفترات كتيرة جدا لكن لكلامي معاه بإحساسي بيه وبشخصيته دي من الحاجات طبعا اللي بتبقى مهمة جدا في لعب كروت القدر شكرا ما شكرا